موسيقى 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 سأجدني موسيقى اخر حاجة فاكر اعطال لهم هي ظلام ممرات نيكسيس الي كانت تحت الأرض مش فاكر عائلته او حياته اللي فاته وكل سعيه في الحياة هو الحصول على الدهب المسجول من الاخر يعني كان بيكسب لهم متعيشوا بالسجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طالعا عاش حياته في نيكسس بسبب معاراته في السرقة وزكاءه السريع ومع الوقت اتقن الشفرات كسلاح لي لا تجد المنطقة انا بمتزر هنا وستشعر شيء من ايضا امتزرها 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السرعة اللي كان بيعملها نكابات نيكسس بعتتلو مقاتلين يطلبوا منو الاندمام لسفوفهم او هيقتلوه اشتركوا في القناة 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 ملتاً ملتاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع الوقت كبرت محاولات الاختيال بشكل متزايد وسريع وفي يوم من الايام قابل طالوم مقاتل قوي جدا لدرجة ان هزم طالوم فعلا اشتركوا في القناة وساعتها كشف المقاتل عن نفسه وتلع الجنرال ديو كيتو وعرض الجنرال على طالوم الاختيار ما بين الموت على ايده او الحياة كعميل من الكيادة النقصية العليا واختار طالوم الحياة بشرطة ان تكون صدمته للجنرال بس لان طالوم كان بيعتقد ان النوع الوحيب من الاوامر اللي المفروض ينفزه هي الاوامر اللي ما يقدرش يتغلب عليها والسنين فضل طالوم في الزلم وقام بمهام سجرية كتير بناء على عوامل الجنرال اشتركوا في القناة وفي يوم من الايام اختفى الجنرال من الوجود ولما عارف طالوم الخبر فكر بالمطالبة بالحرية لكن في نفس الوقت كان بيحبه وبيحترم الجنرال بعد سنوات خدمته ومع الوقت بقى مهروس بتعاقب مكان وجود الجنرال اشتركوا في القناة 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 عن المسؤولين على استفاقه